كثفت ميليشيات الحطي من خروقاتها ومضاعفة تعزيزاتها في مختلف محاور محافظة الحديدة الناطق باسم القوات العمالقة مأمون المهجمي أوضح أن الميليشيات حاولت الدفع بقواتها نحو منطقة الجبلية وكل ما أوتيت من قوة استخدمة للأسلحة التقيلة والمتوسطة كما قصفت بالدبابات ومدفعية الهون والهوزر وبالأسلحة الرشاشة من عيار 12-7 وأسلاح البيكة وأدت إلى سقوط جرح من جنود قوات العمالقة وكذلك من المدنيين وأضاف أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل على مدينة حيس من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية مستخدمة للأسلحة التقيلة والمتوسطة إلا أنها قُبلت بصد قوي من قبل قوات العمالقة وأجبرت على التراجع تجر معها 17 جثة من عناصرها أشار أن أطق العمالقة إلى أن الميليشيات قصفت بمدفعية الهون الأحياء السكنية ومنازل المواطنين ما أدى إلى تضرر بعض منازل المواطنين